موسيقى ثم بيتكلم عن الأجير الأجير هو اللي ما عندوش أي مبلاء عدم المبلاء بالخراف لما بيجي الذئب ممكن يهرب لحياته ويترك الخراف فهو أجير بيهتم فقط في مصلحته الشخصية بيتخلى عن الخراف في وقت الخطر الأجير هو يضحي بالرعية لأجل سلامته الراعي الصالح يضحي بنفسه لأجل الرعية لكن أخطر شيء في هذا الإصحاح هو الذئب فالذئاب هو العدو أكثر شراسة وضراوة هي التي تفتك بالغنم ولا تشفق على الغنم خراف المسيح طبعا لن تهلك كما قال يسوع المسيح خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي فإذا خراف المسيح هم في أمان وهم في ضمان وفي مستقبل مجيد ومضمون أيضا تعرفوا واحد من التحذيرات الكبيرة دايما المسيح حذر ضد المعلمين الكذبة اللي هم ذئاب من جوه لكن بيجوكوا بثياب حملان والرسول بولوس لما تكلم مع قصوص أفيسوس في أعمال الرسل إصحاح عشرين بيتكلم أن رح تيجي ذئاب لا تشفق على الرعية فالخراف لازم تتعلم تميز صوت الرب واتطيع الرب وتسلك بطريق الرب وتحب الرب وتسير بحسب شخص الرب تتمثل بيسوع المسيح اللي هو راعينا وهو فادينا وهو حامينا وهو قائدنا أيضا اشتركوا في القناة